بعد كل هذا الصراع والهجوم على معارضيه عبر تويتر هل تعتقدون أن ترامب تذكر أن يحتفل بعيد الميلاد؟ طبعاً ترامب لم يفوت هذه الفرصة ونشر تغريدة قصيرة جداً لم يقول فيها إلا جملة واحدة ولعلها أقصر تغريدة لترامب قال فيها ماري كريسمس وأرفقها بعلامة تعجب بالإضافة إلى ذلك نشر حساب البيت الأبيض فيديو لترامب برفقة زوجتها سيدة الأولى ميلاينيا ترامب تعالوا نشاهد جزءاً منه مالاني ونا نحن نحن نشعر بأن كل أمريكي مرحباً في سنة أبوة تعجبنا في الكثير من الهجوم نحن نحن نشعر بأن شخص من صفحة أو صفحة ونشعر 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 لحدحد يتنظر نحن نحن نشعر بأنها معينة أولويا مات هذا الهجوان في هذا الشعر يتشكرون على طفل القرارة كثيراً لهي كانت الزوجة للخول في أمريكي العبارات ونشعر المنطقة ونشعر بلقائم ونشعر بلقائم ونشعر بلقائم لكن طبعاً كعادته ترامب لا يفوت أي فرصة ولا موقف إلا ويفسده فخلال استقبال مكالمات هاتفية من الأطفال بمناسبة أعياد الميلاد سأل أحد الأطفال هل ما زلت تؤمن بسانتا كلوس؟ هل تابع؟